اشتركوا في القناة وخلينا نقيس المسافة الثابتة اختار مسافة خمسين متر وشوف اسماء المتصابقين وكل واحد قديش بيقطع بايه بالزمن رح تلقوا يا حلوين انه ترتيبة المتصابقين تصاعديا حسب ايه حسب الزمن رح ترتبهم حسب الزمن لاستغرغوا كل منهم يقطع مسافة خمسين متر طيب من الاسرع الاسرع هو اللي حقق اقل زمن اللي بيقطع باقل زمن هو بيكون الاسرع شو العامل الثابت وهي المسافة لانا ثبتناها خلال النشاط وقدي خمسين متر شو اللي بيتغير الزمن لانه الزمن بناء على سرعة المتصابق كل ما بقيت اسرع كل ما كان الزمن اقل اذا كل ما زادت السرعة قل ايه الزمن مع ثبوت المسافة وهي منسميها علاقة عكسية ايه زمن ثابت لو كان عندنا الزمن ايه ثابت قال لك رتبنا المتصابقين تصاعديا حسب المسافة اللي بيقطعها كل منهم خلال الزمن الثابت عشرة رح تلقى اللي بيقطع اكثر مسافة في عشر ثوانه هو بيكون الاسرع الاسرع اللي بيقطع اكبر مسافة خلال الصباق شو العامل الثابت في ايه في الجدول المسافة ام الزمن اكيد العامل الثابت هو الزمن لان نثبتناه خلال تنفيذ النشاط وبيساوي عشر ثواني وثابت لجميع المتصابقين شو العامل اللي بتغير يوم ما اعتمدت عليه في تحديد المتصابق الاسرع هو المسافة لان المسافة تغيرت بناء على سرعة المتصابق فكل لو يقطع مسافة معينة بتختلف عن الآخر خلال نفس الفترة الزمنية كلما زادت السرعة زادت المسافة المقطوعة مع ثبوت الزمن ومن سميها العلاقة علاقة طردية نحسب السرعة بالاعتماد على عاملين المسافة والزمن شو مقدار المسافة اللي بيقطعها الجسم في وحدة زمن من سميها السرعة متوسط السرعة شو متوسط السرعة طلع من بداية الحركة لنهاية الحركة شو ضل تقريبا تقريبا بين العشرين والاربعين اللي هي ой عالثلاثين شو ما نقول نها السيارة بداية الحركة من السكون يعني ان السرعة شو تساوي صفر أصف سرعة السيارة خلال الدقائق الثلاثة الاولى أول شي ساكنة سرعة التى صفر والدقيقة الاولى زادت وصارت عشرين كيلومتر في الساعة في الدقيقة الثانية زادت صارت خمسين في الدقيقة الثاسة قلت واصبحت جديد ثلاثين هل كانت سرعة السيارة ثابتة خلال الرحلة وفسر ما كانت السرعة ثابتة لأنها كانت صفر بعدها زادت خلال الدقيقة الأولى وزادت خلال الدقيقة الثانية وقلت خلال الدقيقة الثالثة شو بتتوقع تكون قراءة العداد تتوقع تكون السيارة قراءة العداد صفر بس تنتج إنه يوم ما بتحرك جسم مسافة معينة سرعته ما بتكون ثابتة بتتغير من لحظة الأخرى وبنحسب متوسط سرعة الجسم كيف أحسب متوسط سرعة الجسم نقوم بقسمة المسافة على إي على الزمن إذن متوسط السرعة وهو المسافة على إي على الزمن إلعبوا احسب هنا تبشير هنا صافرة ساعة وقف وشريط ماذا نستنتج في الجدول ونجاوب عن الأسئلة شو بيصير لمتوسط سرعة الجسم إذا زادت المسافة كلما زادت المسافة زاد متوسط السرعة طيب شو بيصير لمتوسط سرعة الجسم إذا زاد الزمن طلعوا كل ما زيد الزمن عن شماله قلة المتوسط السرعة طمع وحدة قياس متوسط السرعة اللي هي المسافة على الزمن وحدة المساحة هي المتر المسافة المتر ووحدة الزمن الثانية إذن متر لكل ثانية أكمل المخطط الآتي يعبر عن متوسط السرعة والمسافة بالعلاقات الآتية المسافة يساوي متوسط السرعة في الزمن متوسط السرعة يساوي المسافة على الزمن الزمن يساوي المسافة على متوسط السرعة هذا بتكون تحفظوهم يا حلوين ديروا بيالك وأضول أحفظ بناء العلاقات السابقة شو الجدول ببين وحدات متوسط السرعة طلع المسافة والزمن ووحدة متوسط السرعة مسافة وحدتها بالمتر أو الكيلومتر الزمن يا ثانية يا ساعة متوسط السرعة متر لكل ثانية أو كيلومتر في الساعة شارك ناسيين في سباق الميت متر ودرس المصار اللي سلكوا احسن متوسط السرعة هاي ناسيين بلشون من 0.02 بعد 0.055 بعد 0.20 شو المعطيات المسافة قدها حلوين 100 متر الزمن 20 إذا متوسط السرعة 100 تقسيم 20 قدها 5 متر في الثانية مهم تعرف تحل سؤال زي هيك اختبر نفسي بمارس عمر رياضة الجري كل صباح داخل القرية وبقطع مسافات مختلفة بتعتمد على طبيعة الطريق الطريق المستقيمة يا حلوين طلع 1200 في زمن 600 بمسك 1200 ويقسمها 600 قدل سرعته 2 الحقل 900 على 600 900 تقسيم 600 بيعطيك واحد ونص أو خليها 9 على 6 اللي هي زي واحد ونص التلة 1200 على 900 بيعطيك 1.3 كم تبلغ المسافة الكلية اللي بيقطعها عمر؟ 1200 وتسعمية و1200 قده 3300 متر كم يبلغ الزمن المستغرق في قطع المسافة الكلية؟ 600 و600 وتسعمية قده 2100 ثانية كده متوسط سرعة عمر طالب أقول المسافة الكلية اللي هي قده 3300 على الزمن الكل 2100 قطع واحد وخمس وسبعين بالمية متر لكل ثانية كائنات حية سريعة طلع الزرافة 14 النحلة 18 الدولفين 12 أنه الحيوان أكبر سرعة أكيد النمر 30 النمر ولا إيه النسر؟ النسر أكبر السرعة اللي هو النسر أكبر سرعة يا حلوين النسر وليس النمر كده متوسط سرعة الحصان الحصان 21 شو المسافة اللي بيقطعها الحصان في زمن 10 ثواني؟ بقول 21 ضرب 10 قده بيعطيني 210 قد تكون السرعة سلاحاً ذا حدين ليش؟ ممكن تكون للفوز والنجاح يوم ما إيه بتعلق بالمسابقات اللي بيكون أسرع بفوز بس ممكن تكون لها صمح الله للموت إذا إيه صار لها صمح الله حادث سير وهذا هو يا حلوين أدرسوا منيح وديروا بالكم إلى اللقاء ج geneغدية صغلالين جزء عندما تكون 有 من موسيقى من وأنا ان